فكرة الجروب عماتها من دايما بيكون صعبة ازاي تم التواصل مع الناس دي هو انشئ في اسكندرية ففي اسكندرية في المجتمع ده مترابط جدا مجتمع خريج المدارس دي لان اسكندرية فيها اكبر عدد من مدارس الرهيبات في مصر كلها احنا عندنا في اسكندرية تقريبا 22 مدرسة ما بين ابتدائي وعدائي دي وسنوي فطول ما احنا في المدرسة 14 سنة في نوع من التعاون المشترك يعني الامانة العامة للمدارس دي بتعمل دايما انشطة فانا خريجة مدرسة فرانسيس كان الابرهومية اعرف اللي في نفس السني خريج مدرسة مثال مردو ديو او نوتر دام او اللي كانوا في سان مارك من الولاد فاحنا كلنا نعرف بعض ممكن ودايما الاسر اللي هي بتدخل ولادها المدرسة دي لما بيكبروا وبيتجاوزوا بيحرصوا انهم يدخلوا برضو ولادهم المدرسة دي فحتلاقي العيلة الاب والام جيل ورد جيل المدارس وولادهم واحفادهم فده اللي عمل سهل اكتر ان احنا اه يعني هتلاقي واحد انت اخوك كان مع ابن خالي في المدرسة وانا اختي كانت مع بنت اختي وهكذا فده اللي سهل اكتر الموضوع طب ازاي تحول من جروب ممكن يكون بيجمع صحاب وجروب الزكريات ليه خدمة مجتمعية هو على السوشيل ميديا وهو ده اللي فرق يعني على السوشيل ميديا فيه جروبات كتيرة جدا طبعا يعني لها تقريبا صفة مشتركة لكن ما بتوصلش ان هي يعني مجرد بقى ان احنا يبقوا بيجروب وبنقض نتكلموا وننزل حاجات فبالتالي بعد سنة بالكتير او يبقوا ستلاقي الجروب وقعها لانهم ما فيش حاجة بتتعمل خلاص يعني اتقال الكلام مرة واثنين وثلاثة وبقى بعد كده مجرد بقى بسطة صح؟ ما فيهاش اي حاجة لكن لانه سهل ان الانسان يعمل جروب بس ان الجروب يستمر بس بيحتاج وقت ومجهود وافكار يعني بزبط بيبقى صعب بزبط فهي الفكرة او الهدف يعني كان ان هو ينشأ التجمع نجمع الناس وبعدين بعد كده بقى نبتدي ان احنا نتوجه لاهداف نبيلة زي ما بيقولوا